لما كنت جنابك رئيس الوزراء كانت تكون قوات أمريكية 500 ألف 400 ألف جندي موجود هذه القضايا صارت تحققت لما كانت تصر عمليات تكون بعلم على الأقل علم وتنسيق لا معلم لا معلم وموافقة لا معلم لا أبدا معلم وحياتك وداعتك بشار في أقسم بالله تستطيع تسأل الوزراء اللي اشتغلوا وياي من أجه ورادوا يقتلون مقتدى الصدر رادوا يقتلوه رادوا يقتلوه يضربوه بصاروخ من بعيد مسافة طويلة هذه معركة النجف معركة النجف فأجأ وقال له أخذوا إذن مني قلت لو الله إذا لم تدون إيدكم على مقتدى الصدر أقص إيدكم ممنوع وممنوع توصلون 70 كم عن النجف ومنوعاتهم من وصول 70 كم عن فلوجة أيضا هم كانوا مقررين ومصرين لا لا لكن مقررين قرار أيضا مقرار بس من أجه قال لي قلت لا تمشى وهو تمشى هذا ما يصر عندنا تذري الحكومة لازم تفرض وجودها احنا مش عن عندنا شيء أصلا تذري الأسلحة بوقتها بالدين أخذتها من الملك ملك عبد الله ثاني واخذتها من الإمارات واخذتها من أبو ظبي واخذتها من حسن مبارك الله الرحمن بالدين ما عدنا أسلحة ما لها فلوس ولا شيء ما عدنا شيء موسيقى 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 اشتركوا في القناة